بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على نعمه ظاهرها وباطنها والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز علم الإنسان ما لا معلم صدق الله العظيم الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا أن نرحب بكم في المنطقة الافتراضي الأول لمكتبات جامعة التقنية والعلوم التطبيقية سائلين الله العلي القدير التوفيق لكم لقد جاء إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وفق المرسوم السلطاني رقم ستة وسبعين على عشرين عشرين لتكون متوافقة ومنسقمة مع أهداف ورؤية عمانة عشرين أربعين وكان بين هذه الأهداف إيجاد كفاءات عمانية ذات قدرات ومهارات دينماكية منافسة محليا وعالميا كما أن إصدار الهيكل التنظيمي للجامعة وإدراج مكتبات فروع الجامعة تحت مسمى مركز النظم المعلومات وتقنيات التعليم ما هو إلا إيمانا من الجامعة بأهمية الأدوار التي تقوم بها مكتبات الجامعة في القيام بأدوارها المساندة للعملية التعليمية والمساهمة الفاعلة في تخريج أجال من أبنائنا الطالبة سلاحهم العلم والمعرفة لقد أولت الجامعة اهتماما كبيرا في دعم مكتبات الجامعة من خلال تسخير جميع الإمكانيات وتصميم الأنظمة الإلكترونية التي تسهم في تسريع القيام بأدوارها إضافة إلى رصد ميزانيات لجميع مكتبات الفروع لتغفير مصادر المعلومات المطبوعة والإلكترونية هذا بالإضافة إلى القيام بشراكات مع مؤسسات محلية وعالمية لتسهيل الحصول على مصادر المعلومات الإلكترونية أخذا في الإعجبار الحصول على أحدث المطبوعات والمعارف الحديثة المواكبة لمتطلبات العصر إننا نراهن على قدرة الشباب العماني في القيام بأدواره على أكمل وجه بما يتماشى وتطلعات الجامعة لتحقيق رؤيتها ورسالتها مؤمنين بأهمية تطوير الموظفين لقدراتهم ومهاراتهم وفقا للخطط المرسومة في هذا الشأن وذلك تمكينا للموظف الطموح في تقديم أفضل ما يملكه من كفايات وما اكتسبه من مهارات من خلال المشاركة في الدورات والملتقيات والمؤتمرات لمواكبة كل جديد في تخصصه بما ينعكس ذلك إيجابا على أدائه في تحقيق الإيجادة الفردية والمؤسسية اللقوة والأخوات الكرام إن الأدوار التي تقومون بها في محل تقدير وبلا شك هي جهود مباركة وتحظى بمتابعة مستمرة منا وإن مثل هذه الملتقيات التي تقام ذات أهمية كبيرة في الحصول على المعرفة ومتابعة الجديد في علوم المكتبات كما أنها مساحة لتبادل الآراء والخبرات والنقاشات لا سيما وأننا نمر بمرحلة مهمة في إنشاء الجامعة وإصطار التشريعات واللوائح التي تنظم العمل فيها إن جهدكم ملموس والواضح والذي يتجلى في برنامج هذا الملتقى هو بلا شك خلاصة تجاربكم وخبراتكم المتراكبة في مجال علم المكتبات والتي بانت في اختياراتكم من الموضوعات الحديثة والتي ستكون ذات قيمة مضافة لمعارفكم وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير للأخوة والأخوات في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة على جهودهم المحمودة في إقامة ملتقى المكتبات الأول لفروع الجامعة وكذلك الشكر للمشاركين والمشاركات من الفروع الأخرى كما لا يفوتني فأن أتقدم بالشكر والتقدير للمشاركين في هذا الملتقى من جامعة السلطان قابوس ومن الجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات وشركة بوابة عبر القليج والتي تأتي حافزا ومعززا وعنصرا مهما لإنجاح هذا الملتقى داعنا الله القدير بأن يكلل مسائكم جميعا بالنجاح والتوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة